موسيقى كل من لم يذوق حلاوة اللغة العربية سيقلب كفيه أي إنه سيتحسر ويتندم لأن الخير الكثير قد فاته مرحبا بكم أبناءنا الطلبة في درس جديد من دروس اللغة العربية مرحبا بك أستاذ نعيم مرحبا بكم أبناءنا الطلاب في مبحث جديد من مباحث اللغة العربية درسنا اليوم هو درس الكناية أستاذ نعيم في أي باب يندرج مبحث الكناية من أبواب البلاغة؟ أبناءنا الطلبة نستذكر وإياكم أقسام البلاغة فهي ثلاثة علوم علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع أما علم البيان فيتفرع إلى ثلاثة أقسام الأول هو التشبيه والثاني هو الاستعارة والثالث هو الكناية واليوم جولتنا في حديقة الكناية إليكم الأنباء بالتفصيل لنتابع المثال الآتي فلان لا يضع العصى عن عاتقه لهذا المثال معنيان الأول أن عصاه محمولة على كتفه دائما والثاني أنه كثير ودائم السفر والترحال لنتابع أيضا المثال الثاني أبناءنا الطلبة نقول حين يراني يقرب حاجبا من حاجب ولهذه الجملة معنيان أيضا أما المعنى الأول فهو تقريب الحاجبين وأما المعنى الثاني فهو سوء العشرة الآن ما هو تعريف الكناية وما هي أهمية الكناية في اللغة العربية مع الآن ساعلة نعم الكناية هي كلام أريد به معنا غير معناه الحقيقي الذي وضع له مع جواز إرادة ذلك المعنى الأصلي إذ لا توجد قرينة تمنع هذه الإرادة لكن أستاذ ما هي أهمية الكناية أما أهميتها فتنبع من جمالية التصوير ومن تأكيد المعنى ومن قدرة المتكلم على إيصال ما يريده إلى المخاطب بالتلميح دون التصريح وهذا هو سر الكناية الآن مبحث جديد من مباحث الكناية ألا وهو أقسام الكناية الآن سألاء لنتابع المثال الآتي كان حاتم كثير الرمادي في هذا المثال أبناءنا الطلاب كثرة الرمادي تدل على كثرة الضيوف وأن الرجل يطه كثيرا لضيوفه إذن هي كناية عن الكرم فكناية عن صفة والمثال الثاني يؤكد ما تفضلت به الزميلة نقول فلانة نؤوم الضحى ما معنى نؤوم الضحى؟ أي لا تستيقظ حتى فترة الضحى معنى ذلك لديها من يخدمها ويقوم على خدمتها لذلك هي تتأخر في الاستيقاظ فأنا كنيت عن ترفها ونعمتها بقول نؤوم الضحى فالكناية ها هنا كناية عن صفة هي صفة الترف والنعمة الآن بعد أن وضحنا القسم الأول من أقسام الكناية وهو الكناية عن صفة ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الكناية وهو الكناية عن موصوف فماذا عنه آنسة علا؟ نتابع المثال الآتي عشقي لبنت الضاضي لا ينتهي ما المقصود ببنت الضاض؟ هل يتبادر إلى الذهن غير اللغة العربية؟ إذن هنا بنت الضاضي كناية عن اللغة العربية فهي كناية عن موصوف نعزز أيضا الكناية عن موصوف بمثال آخر نقول في القحط والمحل ننتظر قدوم ابن الغمام من هو ابن الغمام الذي ينتظره الناس أيام القحط والمحل؟ نلاحظ أنه قطر السماء أي مطر السماء فالمراد بابن الغمام المطر وفي الكلام هنا كناية عن موصوف هو المطر إذن نصل إلى نتيجة مفادها أن النوع الثاني من أنواع الكناية هو الكناية عن موصوف فما بال النوع الثالث آنسة علا؟ نعم النوع الثالث هو الكناية عن نسبة لنتابع المثال الآتي المجد بين برديه نسب القائل المجد إلى شيء يتعلق بالممدوح ولم ينسبه إليه مباشرة المثال الثاني يقول الجود في رحاله ما قال القائل بأن فلانا جواد إنما نسب الجود إلى الرحال وهذا ما يصطلح عليه في علم البلاغة بالكناية عن نسبة إذن فالقسم الثالث من أقسام الكناية هو الكناية عن نسبة الآن نصل إلى نهاية المطاف في درس الكناية لنتعرف أقسام الكناية مجملة وبالتفصيل مع الآن سعلا نعم أقسام الكناية أبنائنا كناية عن صفة وكناية عن موصوف وكناية عن نسبة نتابع مع الأستاذ وخير ما نعزز به ما مر معنا من أمثلة وأقسام للكناية تدريب ينمي مهاراتنا أبنائنا الطلبة الآن نقول ما نطقت ببنت شفا بل مقصود بذلك أنا سعلا ما نطقت بكلمة إذن بنت الشفاه هي الكلمة فالكناية ها هنا كناية عن موصوف وهو الكلمة المثال الثاني أصبح التاجر يقلب كفيه بعد أن خسر تجارته فما المعنى المراد آنسة؟ أصبح التاجر نادما ومتحسرا بعد أن خسرت تجارته وحق له أن يندم ويتحسر والمثال التالي يقول زرت مصر وركبت سفينة الصحراء فما هي سفينة الصحراء؟ ركبت الجمل إذن الكناية هنا كناية عن موصوف وهو الجمل وجمالية الكناية عن موصوف أنه لا يحتمل أن يكون لأمر آخر فهن نقول سفينة الصحراء فالأمر مخصوص ومحصور ومقصور بالجمل أما المثال الأخير فقولنا فلان يده مقبوضة أي أن فلان بخيل جميل وهناك ناية عن صفة وهي البخل يدهمنا الوقت دائما سريعا كنا معكم في لقاء ماتع شيق أبناءنا الطلبة في دوحة غناء من دوحات اللغة العربية هي دوحة الكناية وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم إن شاء الله نلقاكم بخير شكرا لك أستاذ نعيم شكرا لمتابعتكم أبناءنا الطلاب نتمنى أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا لكم دمتم بخير اشتركوا في القناة